في ظل استمرار تعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النخضة جاء أعلن واشنطن تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا وقال بيان للخارجية الأمريكية إن القرار يعكس مخاوف واشنطن من التحركات الإثيوبية معتبرة أن شروع في ملء خزان السد من جانب واحد ينطوي على مخاطر جسيمة على دولتي المصب البيان أكد أن واشنطن تجري مباحثات مع حكومات الدول الثلاثة لتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل لكن البيان لم يحدد مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدة تعليقها وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في التوافق على صيغة مساودة اتفاق موحد حسب ما اقترحه الاتحاد الإقريقي ولم تتمكن الأطراف الثلاثة في المفاوضات من دمج مقترحاتها للاتفاق كما كان محددا في ختام المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقية ومن ثم جاء الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد وأعربت كل من مصر والسودان عن استيائهما إذا أعلن إثيوبيا دون اتفاقنا معهما اتنام المرحلة الأولى من ملء خزان السد الذي تقيمه على نيل الأزرق الرافد الرئيسي لمياه النيل القادمة إلى البلدين ترجمة نانسي قنقر